اخذت قضية اتلاف سبعة مليارات دينار عراقي من اموال البنك المركزي ابعادا خطيرة بعد ان اعترف بها محافظ البنك علي العلاق مؤخرا الامر الذي فتح الباب امام تكهنات ترى بان شبهة فساد قد تقف وراء القضية وقد بدأت جهات بالتحرك لفتح تحقيق واستجواب المحافظ وجمع ملافات تدين جهات سياسية معينة وهو ما اشار اليه نائب عن تحالف النصر بالقول ان النوابا بدأوا بجمع توقيعات لاستجواب محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين الكبار واشار النائب الى ان جهات من داخل البنك المركزي كشفت عن ملابسات خطيرة في الحادث وعن جهات سياسية مستفيدة منها قد تقود الى الكشف عن صفقات فساد كبيرة بدعم وتنسيق مع جهات متنفذة واشار الى ان جلسة الاستجواب ستجر جهات سياسية اغرقت البنك المركزي بملفات الفساد طوال سنوات فضلا عن اشخاص اخرين يعملون كاذرع لتلك الجهات في المقابل يقول سياسيون ان مساعي تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة القضية خطوة مشبوهة تهدف لتسويف القضية وفي هذا صدد اكد القيادي في التحالف المدني نعيم العامري ان اللجان البرلمانية ليست حلا فعلى مدار الدورات البرلمانية السابقة كانت تلك اللجان مجرد تسويف ولم تخرج بنتيجة لأي قضية النائب علي لبديري من جانبه طالب بمحاسبة عاجلة لنور المالك ووزير المالية في حكومته الثانية لان الجريمة حصلت في عهده فيما استغرب من كشف الموضوع بعد مرور كل هذه السنين متسائلا عن دور الجهات الرقابية مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حملة واسعة سخرت من تبريرات محافظ البنك المركزي حول تلف سبعة مليارات دينار واعتبر ناشطون ان الامر لا يتعدى كونه محاولة لتغطية الفساد الذي ينخر جسد الدولة وتتكشف كل يوم فضيحة جديدة تخفي وراءها مسؤولين فاسدين